بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر 4 Stress Analysis Part 1 بنتكلم بقى على Maximum Principle Stress Theory ودي متعلقة طبعا بالbrittle materials Brittle materials are relatively strong in shear Brittle materials بتتحمل أو متينة مقارنة بتحملها لإجادات الشير أو القص But weak in tension and compression ضعيفة طبعا في حالة التنسيل stress أو compressive stress And ignores the possibility of failure due to shearing stress وبتهمل بتطبع الانهيار نتيجة الشير stress فبالتالي Maximal Principle Stress Theory بتطبق على Brittle materials بيحصل عندي الانهيار إمتى بقى؟ أو النظرية بتقول إيه failure occurs بيحدث الانهيار At a point in a member في جزء من أجزاء الماكينات بالطبع اللي بيتعرض إلى الاسترس When the maximum principle or normal stress لما الاسترس اللي حدث فيه reaches the limiting strength يوصل إلى Sigma Ultimate ده يعني معنى الكلام ده إيه؟ طبعا Sigma Ultimate هنا اللي هو بيتحملها المعدن حتى الكسر Sigma Design هنا أو Sigma Work ده الإجهاد الناشئ فيه ده الإجهاد الناشئ فيه المعدن نتيجة تعرضه إلى stress فبالتالي لما بيوصل الاسترس ده إلى Sigma Ultimate بيحدث الانهيار طيبا عشان يعني أكون حريص على أنه ما يحدثش انهيار فبالتالي باخد ما يسمى بالفاكتروف سيفتي أو معامل الأمان اللي هو بيساوي Sigma Ultimate على Sigma Design أو Sigma Work وبالطبع يفضل دايما أن الفاكتروف سيفتي ده هوت يكون أكبر من الواحد الصحيح على الأقل أكبر من أو يساوي الواحد الصحيح الصحيح عشان أضمن أن الاسترس الناشئ ما يوصلش إلى Sigma Ultimate في حالة Brittle Material ودي كده النظرية اللي هي Maximum Principle Stress Theory النظرية التانية اللي هي Maximum Share Stress Theory ودي متعلقة أحيانا يقولوا عليها August Theory أو Triscus Theory دي طبعا متعلقة بالدكتايل ماتيريالز والانهيار فيها بيحدث عند Sigma Yield وبيعنتج نتيجة الإيه الشير سترس يبقى هنا في الدكتايل ماتيريال الفاكتروف بيحدث نتيجة الشير سترس والنظرية بتقول أن الفاكتروف بيحدث عند أي جزء في المادة اللي بتتعرض للسترس عند أي نقطة الماكسمام شير سترس اللي هو تاو ماكسمام يوصل لإيه ريتشز دي فاليو إيكوال تو دي شير سترس أد ييلد باين إن هو يوصل عند Sigma Yield ده هي عند الشير اللي عند اللي إيه الييلد سترس وبالطبع ده طبعا بيحفزني إن أخد فاكتروف سيفتي الفاكتروف سيفتي ده بيساوي Sigma Yield على Sigma Design أو Sigma Work بحيث برضو إن الفاكتروف سيفتي يكون أكبر من الواحد الصحيح أو ممكن أنا أخده بتاو عند الييلد بوينت على التاو ماكسمام وممكن برضو إن في حالة اعتبار إن التاو ييلد ده هي بتساوي Sigma Yield على 2 اللي هو الإجهاد ده مقسوم على 2 وبكده نكون انتهينا من الشابتر 4 ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر